السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرد الاذين يا رب تكونوا بخير ودرسنا النهاردة قواعد بعنوان اسلوب التعجب وفي حاجة كده بس الشاشة بتظهر بما تختار طيب اسلوب التعجب هو انا محضر لكم فيديو وهنشرح على الفيديو ان شاء الله وكده يكون يعني ايه الشرح مفيد وممتع في نفس الوقت مستمع للفيديو عزائل الله وضالبات الصف الثاني الثانوي مرحبا بكم من جديد واول دروس الفصل الدراسي الثاني وهو درس اسلوب التعجب واحد من اساليب اللغة العربية وهو درس سهل ان شاء الله تعالوا جوفوا مع بعض يعني ايه اسلوب تعجب كيفية التعجب اركان هذا الاسلوب واعراب كل ركن لكل سهولة ان شاء الله نتابع مع بعض حتى اللهاية في البداية عايز اخذ رأيكم في هذه الصورة الصورة دي اللي ظاهرة كونية معروفة تسمى ظاهرة الشفق القطبي بتحدث في القطب الشمال اضواء كده زي ما انتم شايفين بتزين السماء وكأنها عرض ليزر كده شايف ايه رأيكم في هذه الصورة واحد فينها يقول يا دي صورة جميلة جدا واحد تانها يقول ما اجمل السماء واحد تانها يقول سبحان الله صورة بديعة واحد كمان كيف تم التقاط هذه الصورة انها صورة رائعة هذه الصورة الجميلة اثارت التهشى والتعجب في نفوسنا فكل منا عبر عن هذا الانتهاش بهذا الجمال بطريقة معينة طب ايه رأيكم في هذه الصورة صورة لمصنع بتخرج منه سحب الدخان والتلوث والغازات بشكل رهيب جدا حد فينها يقول لا حول ولا قوة الا بالله ايه كمية التلوث دي واحد هيقول ما ابشع التلوث واحد اخر هيقول كيف تسمح الحكومات بهذا التلوث انه بشع كل واحد فينها يعبر عن استياءه ودهشته لهذا الامر القبيح نسب اسلوب مختلف عن الاخر وده هو التعجب او درس اليوم يعني ايه تعجب مفهوم التعجب التعجب هو شعور تنفعل فيه النفس سلبا او ايجابا حين تستعظم امرا نادرا او مجهول الحقيق يعني ممكن نتعجب من شيء سيء وممكن نتعجب من شيء حسن لما يكون هذا الامر يستحق هذا التعجب طيب معنا كده شباب فاهميني يعني ايه تعجب فاهمني يعني ايه تعجب مغدادي ايه يا مسي يعني ايه بقى تعجب اه هو شعور تنفعل فيه النفس سلبا او يجابا حين تستعظم امرا نادرا او من جول الحقيق ايه يعني ايه ايه قولي بقى مفهومك يعني مش الكلام بس المكتوب انت فهمت يعني ايه تعجب يعني مثلا لما يحصل حاجة وبيكون لنا ردة فعلا متعجبين انها حصل تاني اه يعني لما تشوف حاجة كده وتقع في نفسك سواء انت اه معجب بيها او حاجة بتستغربها فبتتعجب صح كده يعني اسدوب التعجب ده بنقول بنستخدمه اه لما نيجي نندهش او نستعزم صفة في شيء ما يعني لما تشوف حاجة كده وتتعجب لها تقوم تقول يا الله يعني الحاجة دي فعلا جميلة سبحان الله لما بنشوف اه يعني ننظر كده للسماء وشكلها البديع والصحب الواحد يجي يتعجب بقى العادي او صيغ التعجب العاديه اللي احنا بنسمعها كده استماعيا تقوم تقول ايه سبحان الله لكن لما نيجي نعرف التعجب واحنا طبعا مش هنعرفه كده في امتحان القواعد يعني مش هقولك ما معنى التعجب لا احنا بنستخرج صيغ التعجب وبنعرفها لكن مفهومنا للتعجب يعني ايه بنقول هو شعور احساسنا احنا والشعور ده بتنفعل فيه النفس الواحد لما يشوف حاجة ينفعل لها سواء بقى الحاجة دي حاجة سلبية زي ما شفنا كده في دخان المطانع او شيء ايجابي يعني منظر بديع شكل الصحب شكل السماء حين تستعظم امرا نادرا وخصوصا لو الامر ده او الشئ ده نادر او مجهول الحقيقة فنقوم نتعجب منه تمام كده يبقى احنا كده عرفنا معنى الايه معنى التعجب او كلانا اخر هو اسلوب يدل على تميز شيء في صفة ما جمالا او قبحا مع دهشة المتكلم وتعجبه من هذا التميز يعني التعجب ده اسلوب بنعبر بيه عن الدهشة والانفعال تجاه امره معين ايجابا او سلبا جمالا او قبحا طيب نشوف كده حد تاني فيهم يعني ايه التعجب طبعا العدد قليل جدا النهارده هاي اسامة اسامة ايه اسامة اذاك اسامة اخبارك ايه الحمد لله تماما الحمد لله فيهمت يعني التعجب درس اللي احنا ما ادرشه النهارده ده درس قواعد اسمه التعجب يعني التعجب ايه اسامة اللي هو هو شعر تنفعل فيه النفس سلبيا او يقول لك بها مشهومك يا مشهومة تقرأ الكلام المكتوب انت فيهمت يعني ايه تعجب ايه يعني ايه اللي هو عديد يعني ماوريك لوحة كده او صورة الحاجة جميلة او فانت بتتعجب يعني ايه بقى بتتعجب يعني انا مش عارفة فهمة يعني بتندهش صح يعني بتتغربها يعني بتحبها اوي او ممكن حاجة بس تعظمها اوي يعني تقول ايه ده يعني هو بيقول لك هنا خبق بقى انت بتنفعل سلبا سلبا ده للحاجات الايه السلبة للاشياء الايه السلبية اللي احنا بنكرهها اللي مش بنحبها طب واجابا للحاجات الايه الجميلة للحاجات الايجابية صح اه لحاجات الايجابية لحاجات الجميلة المفيدة يعني انت مثلا لو لو انا جبتلك وردة لونها احمر وشكلها جميل كده ورحتها حلوة انت بقى قصاد الوردة دي هتعمل ايه اول ما تشوفها هتنفعل 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 ها طيب هتعجبك بسلبا ولا ايجابا ها سبب لما تعجبك الوردة الشعور اللي هيبقى جوه نفسك وتنفعل ايه تنفعل بسلب يعني هتحاجة تعجبك ولا حاجة مش تعجبك لا حاجة تعجبك اه يبقى بالايجاب صح يبقى انت هتنفعل لها ايجابا هتقول ايبقى اول ما تشوف الوردة هو عايز تعبر كده بالتعجب هتقول ايه ممكن تقول سبحان الله سبحان الله اه او تقول ايه ده الوردة دي جميلة او صح اه طيب ماشي يا سامة شكرا لي طيب ايبقى احنا كده النهاردة جماعة اتعرفنا على مفهوم التعجب بنقول التعجب هو شعور ها احساسك انت اللي بتنفعل فيه النفس سواء بالسلب يعني الاشياء السلبية او بالاجاب عن الاشياء الايجابية الجميلة اللي فيها نفع يعود على الانسان حين تستعظم امرا نادرا يعني ما نشوف حاجة نادرة الحدوث كده حاجة جميلة اوي او تكون حاجة مجهولة بالحقيقة بالنسبة ان احنا مش عارفينها ايه هي ايه فننفعلي بالايه بالتعجب هو بيعرفوا بطريقة تانية وبيقول هو اسلوب يدل على تميز شيء في صفة ما بس هو مش اسلوب تفضيل انا منتكلم في التعجب وليه سياغ معينة وده غير التفضيل هناخده في حصة جاية ان شاء الله يبقى منه هو اسلوب يدل على تميز شيء في صفة ما طيب التميز ده هيكون عن طريق ايه؟ جماله مثلا او العكس او القبح يعني انه هو حاجة مش جميل مع دهشة المتكلم وتعجبه من هذا التميز ينفعلي يقول سبحان الله ايه ده الحاجة دي تعملت ازاي؟ فيستغربها يندهش ديها او يستغربها يعني بيتعجب منها طيب ايه هي الصيغ التي نستخدمها للتعجب؟ احنا من شوية كل واحد فينا عبر عن الصورة الجميلة والصورة الطبيحة باسلوب معين يدل على الدهشة والامتعال وهي دي صيغ التعجب فانواع صيغ التعجب اما ان تكون سماعية غير قياسية واما ان تكون قياسية سماعية يعني مسموعة من كلام العرب ليس لها ضابط تفهم من مضمون الجملة اما القياسية فدي لها قاعدة يمكن ان نبضق عليها ونصور عليها الافعال حتى تصبح افعال لتعجب اول شيء الصيغ السماعية دي لا حصر لها ولكن تفهم من مضمون الجملة مثل قولنا لله دره لله دره فارسا لله دره شاعرا هذه الجملة تدل على التعجب سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله كيف تكفرون بالله كل هذه الاساليب سواء كانت اساليب الاستفهام او اساليب لا في هذه الاساليب اذا كانت مفهومة من صياغ الجملة انها تدل على التعجب تسمى اساليب تعجب لكنها سماعية طيب يعني هنا تاني احنا بعد ما تعرفنا على مفهوم التعجب بنقول التعجب ده لي صغطين يعني او لنوعين يا اما صياغ التعجب بتكون سماعية بنقول يعني ايه سماعية يعني ملهاش قياس اقدر ايس عليه يعني زينا شايفين كده هي جمل احنا سمعناها عن الايه عن اباءنا او اجددنا او الناس المحيطين بينا لما يشوفوا حاجة مثلا شايفين فارس يوم يقولوا له ايه لله ضره طيب هل دي لها قياس يعني مقدر اوزنها لا ملهاش قياس اما يشوف حاجة جميلة اوي وتعجب منها وقول سبحان الله هل لها قياس لا ملهاش قياس لا حول ولا قوة الا بالله يعني انا ارجع الامر كله لله كيف تكفرون بالله استفهام احنا شايفين الاربع سيغة اللي قدامنا ما يشبهوش بعض هم جاءوا فقط في ايه في معرض التعجب او في شكل ايه التعجب لكن بنقول هذه الصيغ سماعية يعني ايه سماعية يعني مش قياسية برضو يعني ايه يعني احنا سمعناها بالتواطر لكن ملهاش صيغة محددة يبقى تايم احنا تعرفنا على التعجب قلنا انه هو نوعين صيغ التعجب نوعين يا اما سماعية يا اما قياسية حد يقول لي بقى حسن جود حسن حسن ايوه حسن احنا هنا بنقول انواع اسلوب الايه التعجب خدنا اول نوع اللي هو اسمه ايه سماعي يعني ايه سماعي حسن اه السلام اللي هو اللي بيه القصب اللي بيتسمع بيتقال اه يعني احنا بنسمعه لكن ملوش قياس محدد يعني مفيش وزن اقدر اوزن عليه زي مثلا لله ايه ضره او سبحان الله او او الاستفهام في كيف تكفرون بالله يعني ما نوقف كده قدام حد استغفر العزي يعني بيكفر بربنا فاحنا يعني متعجبين من الموقف ده ازاي تكفر بربنا سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو المدبر يبقى انت بتتعجب بصيغة الايه بصيغة استفهام تمام يبقى كل دي اساليب للتعجب لكنها ايه حسن سماعية يعني انا ما جيب لك الصيغة دي واقول لك هل هي سماعية ولا قياسية هتقول لي لا دي سماعية عشان احنا بعد شوية هناخد الصيغة الايه القياسية سماعية زي لله ضره سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله كيف تبقرون بالله هنتعرف بعد شوية على الصيغة الايه القياسية اما الصيغة القياسية فاحنا عندنا صيغتين اتنين ما فيش غيرهم اللي هي ما افعله وافعل به ودي اللي هندرسها بالتفصيل ونعرف كيفية التعجب من هاتين الصيغتين ومن هذا التقسيم يمكن ان يأتي سؤال في الانتحان يأتي لك بصيغ التعجب ويطلب منك هل هذه الصيغة سماعية ام قياسية بكل بساطة اذا وجدت الصيغة على وزن ما افعله او افعل به الضمير هنا بيرمز لي المتعجب منه اللي بيكون فيه الجملة فهذه صيغ التعجب قياسية اما اذا وجدت اي صورة اخرى سواء اسطوب نداء تعجبي اسطوب استفان تعجبي اي جملة من هذه الجملة فهذا مسطوب تعجب سماعي طيب يعني تاني كده شباب احنا اتكلمنا دلوقتي عن ايه؟ عن التعجب وانواعه بنقول اسلوب التعجب يا اما سماعي يا اما قياسي سماعي يعني اسم معناه بالتواطر عن العرب عن الناس المحيطين بينا ليس له قياس محدد يعني ملوش وزن محدد زي ايه؟ زي الصيغ اللي قدامنا كده لله ضره سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله كيف تكفرون بالله عندي النوع الثاني من انواع اسلوب التعجب انه يكون قياسي وبيقول لي يعني ايه قياسي؟ يعني فيه وزن محدد اقدر اقيس عليه طيب القياس هنا او الاوزان المحددة ما فيش غير صغطين فقط هم اللي اقدر اصيغ عليهم التعجب ما افعله وايه؟ وافعل به ما افعله وافعل به يبقى دول الصغطين القياسي والتاني ده اللي اخدناه في الاول ده سماعي يبقى تاني بنقول ايه الفرق بين القياسي والسماعي مش جمع انتم بس تلاتة فانا كده هبقى مركزة معاك وقوي يعني ايه بغداد ايه بغداد ايه بغداد احنا بنقول انواع اسلوب التعجب تقدر تفرق بينهم؟ السماعي اللي هو اللي هو كزا سوراء زي اللي اقدروا سبحان الله لحواك وطلوا بالله ليف تكفرون بالله وفي النهات اللي هو الكياسي بس افعله وافعل به هو مش موضوع بس ان ده يعني كتير وده صغتين فقط لكن ده احنا سمعناه ملوش ايه ملوش وزن محدد صحي كده؟ السماعي ليس له وزن ايه؟ محدد او صيغة محددة لكن القياسي ليه صغتين محددتين اللي هما ايه؟ ما افعله وافعله اه يعني انا لما قلت فرق بينهم لو انت شفتها بالشكل ده هتقول لي ده سماعي اللي ضره سبحان الله هتقول لي ده ايه؟ سماعي سمعناه على العرب طب لما قلت بقى هاتلي اسلوب تعجب قياسي فانت لازم تجيبه على ايه؟ ما افعله وافعل ايه؟ وافعل به مفيش غير الصغتين دول القياسي اللي قدر يتعجبه شكراً بوضعه تخير مرحبا فهذه صيغة تعجب قياسية اما اذا وجدت اي صورة اخرى سواء اسلوب نداء تعجبي اسلوب استفهان تعجبي اي جملة من هذه الجملة فهذا اسلوب تعجب سماعي التعجب او قياسي التعجب القياسي له صيغتان كما قلنا ما افعله وافعل به الاسلوب الاول ما افعل زائد المتعجب منه ما التعجبية بعدها فعل التعجب وبعدها المتعجب منه يعني هنا عندي ما التعجبية يأتي بعدها الفعل اللي هو فعل التعجب اللي هو ايمن بعده السماء هي المتعجب منه يعني اتعجب من جمال السماء أما الثاني وهو وزن أفعل به اللي هو أفعل به المتعجب منه أفعل زائد الباء ودي حرف جر زائد المتعجب منه مثل قولنا أجمل بالسماء أجمل بفعل التعجب بعده الباء دي حرف جر زائد وبعده السماء اللي هي المتعجب منه يبقى تاين كده جماعة قبل ما ندخل على الأعراب منقول إحنا عندنا في التعجب القياسي يعني الصغطين اللي بقيس عليهم ما أفعله وإيه وأفعل به ما أفعله وأفعل به ما أفعله زي ما أقول كده ما أجمل الإيه السماء طيب أفعل به أجمل بالإيه بالسماء يبقى تاني ما أفعل أو أفعله ما أجمل السماء أفعل به أجمل بالإيه بالسماء دول الصغطين القياسيتين اللي أقدر قئيس عليهم أو أنا بجيب مثلا جملة وقولك استخرج منها أوهات منها لإيه إسلوب صيغة لإسلوب التعجب الصيغة طبعا زي ما قلنا قياسية هنا قياسية وليست سماعية سماعية زي ما قلت سبحان الله لكن القياسية ما فيش قدامي غير الاثنين دول الصغطين دول ما أفعل وإيه وأفعل به طيب بيقول لي ما هنا هي التعجبية وأجمل ده فعل إيه التعجب والسماء هنا هي هو المتعجب منه في الصيغة الثانية أفعل بيه يعني أجمل ده فعل التعجب والباق دي حرف جرز ده إيه ده والسماء هنا هي المتعجب منه تمام كده فلو وجدت في الجملة وزن ما أفعل والمتعجب منه أو وزن أفعل بيه والمتعجب منه فهذا أسلوب تعجب خياسي ده إعراب هذا الإسلوب بالتفصيل ده اللي نعرفه مع بعض أولا سيغل ما أفعله تعالوا تشوف مع بعض هذا المثال ما أعظم الإسلام هنا أنا أتعجب من عظمة الإسلام هذا التركيب اللي احنا معانا ده ممكن أعرفه بكل سهولة وإعرابه سابق ما تعجبية مدنية على السكون في محل رفع مرتد ما هنا مكرة بمعنى شيء عظيم وكأنك تقول شيء عظيم عظم الإسلام قال كلا يأتي بعدها مباشرة فعل التعجب اللي هو أعظم وده فعل ماضي مدني على الفتح وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود علامات كلمة الإسلام المتعجب منه ده أعرابها سابق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة هنا لأنه مفرد إذا مصنوب التعجب في صيغة ما أفعل أو ما أفعله يتكون من ما التعجبية بعدها فعل التعجب بعدها المتعجب منه والإعراب سابق لا يتغير طيب يبقى إعراب الصيغة الأولى ما أفعله بنقول مكون من ثلاث حاجات ما أعظم الإسلام بنقول لما نيجي نعرب ما ما الواحدة أولا هي الصيغة دي جملة إسمية تمام؟ ليه بقى جملة إسمية؟ لأنه لما بعرب ما بقول دي ما دي تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ خلي بالك ما هتبقى في محل رفع مبتدأ الإعراب ده ثابت مش هيتغير يعني إحنا كل مرة في الصيغة دي هنعرب نفس الإعراب هتقولي إن ما التعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ طيب ومال إيه الخبر بتاعها اللي هو أعظم إيه؟ أعظم الإسلام يعني الفعل والمفعول هنا هو طبعا هنا فعل وإيه وفعل يعني بقيت الصيغة هنقول إن هي في محل رفع إيه؟ يعني الجملة دي في محل رفع خبر ليه خبر؟ لأن ما مبتدأ يبقى تاني بقول ما تعجبية هي معناكرة تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ طيب وأعظم بقى بيقولي ده فعل التعجب ما جعرف فعل التعجب هو فعل ماضي والفعل الماضي دايما مبني هو هنا مبني على إيه؟ مبني على الفتح ما أعظم مبني على الفتح طب والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على إيه؟ على ما ما أعظم هو طب المتعجب منه هنا اللي هو كلمة الإسلام لما باجي أعريبها بقول ده مفعول به ونخلي بالنا إن المتعجب منه في الصيغة الأولى دايما بعريبه مفعول به والمفعول به هنا منصوب علامة نص به لإيه؟ الفتح طيب والجملة من الفعل والفعل في محل رفع إيه؟ خبر لما التعجب نشوف الناس الحلوة اللي معين ما يا حسن؟ حسن؟ عارفت كده إعراب ما أفعله؟ جاسر بطي صوتك عشان سان دي دا وشان لا ولا همك يا حسن ولا همك يا حسن كلمة بس تكون فاهم معا آه أنا موجود إحنا بنقول آه إن الصيغة دي ليها إعراب محدد اللي هي صيغة إيه؟ ما أفعله أو ما أفعل كذا تمام؟ الصيغة دي لما أجي أعريبها هل هي جملة فعلية أو جملة إسمية؟ آه لأ فعلا ما أجي أعرفتها لأ خلي بالك اللي هي جملة كلها؟ ها دي جملة إيه؟ ها جملة فعلية لأ لما أقول ما أعظم الإسلام لما باجي أعرف ما آه ها بقول دي ما في محل رفع مبتدئ بقى الجملة دي مش جملة إيه؟ آه جملة إسمية آه جملة إسمية آه جملة إسمية بدأت بإيه؟ بدأت آه بما بما اللي لما أجي أعرفها أقول دي في محل رفع إيه؟ اه رفع مبتدأ. اه. برافو علي. يبقى مات تعجوبية هنا. باع اعراب ها ثابت يا حسن ما ننساش الاعراب ده. جغدادي وقسامة خليكم معي. اه سكون في محل رفع مبتدأ. بتقول لي ايه حسن? لا لا بحفظها بص. اه. مات تعجوبية مبنية على السكون في محل رفع ايه? مبتدأ. تمام? طب وما للخبر بتاعها هيكون فين بقى? طالما هي في محل رفع مبتدأ? اللي هو اعظم. اه اعظم اعظم هو. خلي بالك. اعظم هو. الاسلام طبعا ايه? اعظم. ان افعول به بيكون اه زيادة في الجملة يعني. لكن الفعل والفاعل اللي هو اعظم ايه? هو اعظم ما. يعني اللي من ما. اعظم هنا بيقول لي ده فعل التعجوب. طب اعرابه ثابت? اه. فعل ماضي مبني على الفتح. وفاعله ضمير مستتر وجوبا. تقديره هو يعود على ايه? على ما. على ما. تمام? طيب. وتقدر تقول لي والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع ايه? خبر لماذا? طالما ما مبتدأ. يبقى لازم لها من ايه? من خبر. طب والاسلام بيقول لي ده الاسلام ده المتعجب منه. واعرابه برضو هيبقى ثابت. مفاعل به منصوب وعلامة نصده الفتحة. شكرا يا حسن. كتر خير. قبل بس ما نروح لاعراب حاجة تانية. نتأكد ان كلنا فاهمين الاعراب. ايه بغدادي. بغدادي. عبد الرحمن. ايه بس. ايه حبيب. هنا تقدر تستاهمني او تشرح لي اعراب السيغة الاولى ما افعله? ما افعله? ايه? ما عليش مستانا شمس مستانا شمس. احنا بنقول السيغة دي لها اعراب آآ ثابت ودي سيغة قياسية نقدر نئيس عليها. وآآآ ليها اعراب محدد. هي جملة فعلية ولا جملة اسمية? ما افعله? ما افعله جملة فعلية? احنا لسه سأل حسن نفس السؤال وقال لي فعلية وقلنا لا غلط مش فعلية. دي جملة ايه? اسمية. دي جملة اسمية هنا بغدادي. لانها بدأت بما وما دي نكرة تعجبية في محل رفع مبتدأ. يبقى ما نفعش اقول عليها دي جملة ايه? دي جملة فعلية. دي جملة اسمية. معي يا بغدادي? احزنتك ماشي. يبقى لما اجي اعرب ما هنا هتعربها ايه? ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. اه. احنا لازم نكون فاهمين الاعراب بالضبط ماشي ازاي عشان ما نغلطش فيها ومش مجرد بس في حظ. هي ما ما دي لما باجي اعربها ما بتكونش فعل. دي ما دي اسم. يعني هي طبعا اه اه حرف نكرة. لكن انا بعتبرها كأنها بتحل محل الايه? الاسم اللي هو المبتدأ. فعشان كده في الاعراب بقول ايه? دي ما دي مبنية على السكون في محل رفع ايه? في محل رفع مبتدأ. ده ما دي باستخدمها للتعجب يبقى هستخدمها كأنها مبتدأ. تمام كده بغدادي? اه. يبقى ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب تاني. اما للخبر بتاعها فين? ما هقول له مبتدأ ببقى له خبر. فين خبرها? اه اعظم. اه خبرها ايه? اعظم. طيب خبرها ده مكون من ايه? من اه فعل ماضي. اه فعل ماضي مبني على الفتح وفعل اصطح لده الخبر الجملة لازم يكون مكون من فعل وايه? وفاعل. فهنا ده فعل ماضي اعظم ده. مبني على الفتح. والفعل دمير مستتر وجوبا تقديره ايه? هو. وتركع تقول لي والجملة من الفعل والفعل في محل رفع ايه? خبر لمين? خبر ما. خبر ما. برافو علي. طيب. والكلمة الثالثة بقى اللي هو متعجب منه. اعرابها ثابت? اه اعرابها ثابت. دايما هعريبها ايه يا بغدادي? مفعول به. مفعول به. مفعول به. شكرا يا بغدادي. قتر ايش خيات. يبقى احنا كده جماعة عملنا ايه في حصتنا النهاردة? احنا بقلنا ست دقائق. اتعرفنا على معنى اكلوب التعجب. قلنا ان هو الدهشة او الانفعال لشيء معين او لصفة معينة. قلنا ان اسلوب التعجب بيبقاله صغطين. يا اما سماعية يا اما قياسين. سماعية زي سبحان الله. زي يا له من الشجاع. كيف حدث هذا? كيف تكفرون بالله? كل دي سياق سماعية بنتهمها من سياق الايه? الكلام بتعبر عن الدهشة والانفعال. طب والقياسية بنقول صغطين. يا اما ما افعله او افعل به. واحنا شرحنا دلوقتي صيغة ما افعله. وقلنا مكوناتها ايه? بتتكون من ايه? من ما وفعل وفاعل وبعدين مفعول. الجملة اللي قدامي دي او الصيغة دي او التركيب ده للتعجب. ده تركيب اه في سياق جملة ايه? جملة اسمية. جملة اسمية مكونة من مبتدأ اللي هي ما. وبعدين اه الخبر اللي هو ايه? اعظم. طيب ما دي لما باجي اعربها تاني بنأكد على اعربها. بتقول لي دي ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب واعظم ده فعل التعجب. فعل ماضي مبني على الفتح. فعله ضمير مستتر وجوبا. يعني يجب ان هو يكون مستتر. مش ظاهر. او واضح قدامي. تقديره هو يعود على ايه? على ما. طيب. والجملة الفعلية من الفعل اللي هو فعل التعجب والفعل اللي هو ضمير مستتر. ده في محل رفع ايه? خبر لماذا? وبعد كده بعرب المتعجب منه وهو كلمة هنا الاسلام. بعربها اعراب ثابت وهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المتعجب منه في هذه الصيغة وهذا المهم جدا. يعرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكأن الجملة هكذا شيء عظيم عظم هو الاسلام. فالاسلام هنا مفعول به. يراجع الاسطوب مع بعض اسطوب ما افعل. يتكون من ماء التعجبية وهي نكرة تعجبية بمعنى شيء عظيم مبنية على السكون في محل رفع منتدى. نحفظ هذا الكلام. بعدها يأتي فعل التعجب اللي هو افعل وهو فعل ماضي مبني على الفتحة. والفاعل طمير مستطر تقديره هو طمير مستطر وجوبا ليعود على ما. اما المتعجب منه فهو يعرض دائما مفعولا به. شوف مثال مع بعض. لا اي ملسمة لو حبينا نعرف هذا الاسطوب. عند ماء التعجبية وده اعرابها. بعد كده عند ماء اجمل. وده فعل التعجب وده اعرابه. بعد كده المتعجب منه ويعرض مفعولا به. ده اعراب وده التكوين بتاع اسطوب التعجب. يبقى تاني كده يا شباب. بنقول السيغة الاولى ما افعله. لما باجي اعربها بعربها بالشكل ده. واخدنا ليها تاني مثال مختلف. ماء اجمل الايه السماء. لما باجي اعرب ماء بسميها ماء تعجبية. طب الاعراب السابق لها ايه? هتقول لي هي ناكرة تعجبية بمعنى شيء عظيم مبنية على السكون في محل رفع مبتدى. ناكرة تعجبية ها? مبنية على السكون في محل رفع مبتدى. طيب وافعل ده فعل ماضي مبني على الايه? على الفتح. ده فعل التعجب. والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ايه? على ما. طب والمتعجب منه زي ما قلنا كده. اللي هو زي كلمة السماء. ده دايما اعرابها ثابت وبعريبها مفعول به. وده كده اعراب السيغة الايه? السيغة الاولى. ما افعل. هي السيغة التانية هتاخد من هنا وقت اطول شوي. وهنا ممكن حاجة يسأل فين الخبر بتاع ما التعجبية اللي احنا اعربناها في محل رفع مبتدى. رابع عليك الخبر بتاعها جملة فعلية اللي هي جملة اجمل السماء. فعل التعجب. والفاعل اللي هو الضمير المستتر مع المتعجب منه اللي هو المفهول به. هذه الجملة في محل رفع خبر. ما التعجبية مبتدى. وهذه الجملة الكاملة في محل رفع خبر. ثانيا صيغة افعل به. لما ضعنا الى هذا المثال. هو احنا ممكن نكتفي النهاردة فقط بالتعجب على صيغة ايه ما افعل. ولان الحصة خلاص ما تخلص. الشيت بتاع التعجب او استوب التعجب موجود على الاسم اس. وهنزل لكم النهاردة واجب بسيط كده بس يعني كتدريب على التعجب. طبعا لان الحاضرين العدد عددهم قليل فاحنا هنعيد اللي شرحناه ده مرة تانية ان شاء الله. وبعدين نكمل الصيغة او اعراب الصيغة التانية اللي هي افعل به. لان زي ما قلنا عندي صغطين ما افعله وافعل ايه به. اللي خدنا النهاردة في الاعراب هو صيغة ما افعله. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.